وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان الذي أصرى بعبدي هذا الترتيب إذن لم يكن في المصحف جزافا ولكن المولى يأمر الدعاة إلى الله تعالى بالصبر على أذى المشركين الذي يلاقونه في طريق الدعوة فطريق الدعوة ليست طريقا مفروشا بالورود فإن محاولة تغيير هذه النفوس على ما ألفته طوال الظهور له أثقل من نقل الجبال من أمكنتها كما قال سيدنا زيد بن ثابت لما أمره أبو بكر بإشارة عمر أن يجمع المصحف قال كيف أقوم بعمل لم يقم به رسول الله فلأن أحمل الجبال فأنقلها من مكانها إلى مكان آخر أهون علي من أن أقوم بعمل لم يقم به رسول الله فهذا طريق لابد للإنسان أن يصطدم فيه مع شهوات النفس شهوة النفس فيه الكرسي فكيف يمكن لأبي جهل الذي كان يأمر بغمزة عبيده فإذا بهم يطيعونه فإذا بالإسلام يجعلهم مثل لا يمكن للإنسان أن يقبل هذا الدين فيتنازل عن هذا الذي كان يعتبر مكسبا صرمديا لا يتنازل عنه كيف يمكن لذلك الذي جمع المال عن طريق الربى وصار يستعبد الناس حينما يعجزون عن تأدية الديون على كوهلهم فيرجع إليهم الوقت ثم بعد ذلك حين يعجزون يقول لهم اعطوني رقابكم فيستعبدهم لا يمكن لهذا إذا اصطدم بدعوة تنهاه عن ذلك أن يتخلى عن هذا الأمر بسهولة لا يمكن للإنسان العاقل أن يتصور هذا فاصبر فاصبر فهو طريق الصبر واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فكل هذه القصص التي قصصنا عليك لنثبت به فؤادك لتعرف طبيعة الصراع بين الحق وبين الباطل فاصبر وما صبرك إلا به ولا تحزن عليهم إذا لم يؤمنوا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أتريد أن تذهب نفسك حصارات عليهم إن عليك إلا البلاغ لا تحزن عليهم ثم لا تكو في ضيق مما يمكرون هم يمكرون بالليل والنهار وقد قلنا إن الفرق بين المكر والكيد أن المكر هو التخطيط في السر للإقاع بالعدوم أو بمن يخطط له أما الكيد فهو التخطيط في السر والعلن ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله انظر نتيجة وعاقبة هذا الصراع إن الله معه أنت الآن إنما تدعو إلى ربك واقتضت حكمة الله أن ينصر هذا الدين سل الله فقط أن يستعملك في خدمته ولا يستبدلك فلو لم تقوموا أنتم بما أوجب الله عليكم من أسرة الدين والدين منصور منصور لأن الذي ينصره هو الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل هذا أمر الله ولو كره المشركون ولو خطط المجرمون ولم تآمر المتآمرون ولو كاد الكائدون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الرويدا فإن كان للباطل ساعة فإن الحق إلى قيام الساعة لا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا الذي عليك أن تتقي الله أن تمشي على منهاج الله وأن تكون محسنا تصل إلى درجة الإتقان في الدعوة إلى الله الإحسان في الدعوة أن يكون ذلك على بصيرة على علم بحيث ترتب أمور الدعوة حسب الأولويات أي شيء تتوقف على الدعوة في حيك في مدينتك فعليك أن تدرس ذلك وعليك أن تضع مشروعا وبرنامجا بأولويات حسب ولا بمراحل حسب أولويات سبحان الذي أشرى فكم من محنة في طيها منحة وكم من نقمة في طيها نعمة نعم نقرأ عيناك وأنت تخرج من مكة حينما رفضت الدعوة وخرجت لكي تتوسل بوسيلة أخرى ثلاثة وثمانين كيلومتر أنت وخادمك زيد بن حارثة خرجتم إلى الطائف هناك هناك لم يستقبلوكم ولكن تآمروا عليكم كل ما قلته لهم إن كنتم لا تقبلون مني يا سادة الطائف وثقيف فإني أشترط عليكم شرطا أرجوكم أن تبفوني به ما هو قال إذا لم تريدوا أن تؤمنوا اكتبوا عني كأنكم لم تروني كأني لم أكن ممن سافر كل هذا الصفر ليأتيكم قالوا لك علينا ذلك لكنهم في الخفاء أرسلوا إلى هؤلاء لكي يجيشوا الأطفال ويجيشوا أولئك الذين من سفهائهم فصعدوا على الحيطان في تلك الطريق الضيقة وكانت هي مدينة صغيرة الطائف ودائما هذه الطائف معروفة هي التي لا زالت لحد الآن أطيب أرض وأخصبها من ناحية الخصوبة فهي أرض اللبن وأرض الخضرة فكل الناس يتمنون أن يروها فإذا بهم يصعدون على السطح والنبي على فطرته يعني كأنه قد وثق بهم أنهم سيحفظون له هذا العهد لكن لما خرج إذا بهم فوق السطوح يرمونه بالحجارة حتى كان سيدنا زيد يرد عليه برأسه فشج سيدنا زيد وأصيب ومع ذلك ما تساقط على قدم رسول الله أكثر مما تساقط على زيد حتى قال زيد أنا الذي تعجبت له هو أنني لم أستطع أن أميز بين نعل رسول الله والدم من كثرة الدماء التي سالت التي سالت من قدمي قال لم أستطع أن أتبين قدمه من نعله حتى حمله سيدنا زيد وأخذه إلى المكان الذي تعرفون إلى حائط ربيعة وهو من الكروم وجلس هناك يشكو إلى ربه سبحانه عز وجل فهو الله تعالى لقد رأى ذلك صبر يا رسول الله لقد رأى ذلك وسمع ذلك وأرسل ملك الجبال والقصة تعرفونها صلى الله عليه وسلم فلما عاد إلى مكة إذا هو يخبرهم في يوم بأنه سبحان الذي هناك إسراء في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى تم العروج به سبع سباوات طباقة إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى ثم يزج في النور فيلقى ربه فكأن الله يقول لا إن النصرى دائما يكون دائما بعد الجهد وبعد اتخاذ الأسباب وأن بلاج الصبح يكون بعد شدة حلكة الظلام فالإسراء والمعراج يقوّل أمل في هذه الأمة التي تجد نفسها وقد رماها عداء الله من كل قوس واحدة عجبا عجبا هكذا يقول الإسراء إذا بقي النبي لوحده مع سيدنا زيد لا يسمع له أحد وكانت هناك في مكة سلطة غاشمة سلطة غاشمة هي التي تحكمها وكانت هناك في القدس سلطة غاشمة هي الروم الروم هنا وجهال العرب هنا والنبي هنا دخل إلى هنا تحت جوار مطعم بن عودي فيحمله الله من هنا من هذا البيت الذي يقع تحت حكم السلطة الجاهلية كما هو الآن نفس الظروف تحكمها سلطة جاهلية نعم هؤلاء يقولون أنهم مسلمون لكن أبو جهل كان في أخلاقه أفضل بكثير منها والدليل أنه حينما ذهبوا بعد أن خرجوا من الندوة بقرار قتل محمد في فراشه قبل الهجرة فلما ذهب أبو جهل مع العصبة حتى يتفرق الدين تفرق دمه في القبائل قالوا لا يقتحم يقتحم عليه قال كيف إذا تحدث العرب بأن عمر بن هشام قد روع بنات محمد هذا لا يستطيع أن يصل إليه عراب اليوم حتى ولو زعموا أنهم مسلمون كانت هذه السلطة تحكم مكة ولا ترضى أبدا بالإسلام وكانت هذه تحكم وجاهلية الروم ولا ترضى بالإسلام بل تحارب الإسلام عربا شعوا فالله يقول له من هنا جاهلية العرب مكة إلى هنا حيث الصراع إلى الأبد مع الروم لابد إن شاء الله تبارك وتعالى أن تنظر إلى هؤلاء الذين يحاربونك ويحاربوا دينك فيأتيه بوراق وهو في بيت فاختة أم هانة بنت أبي طالب ابنة عم خرج من هناك وركب البوراق ووصل إلى هناك إلى بيت المقدس في هذا سبحان الذي أصرى بعبده ليلا أي جزء من الليل وليس من الليل سبحان الذي أصرى بعبده ليلا من الليل سبحان الذي أصرى بعبده ليلا فذهب إلى تلك إلى ذلك المكان وانظروا رحمكم الله هذا التكريم لهذا النبي الذي لم يصل إليه التكريم لأنه سيصل هنا في بيت المقدس بالأنبياء جميعا فكأن الرسالات كلها ختمت بالنبي وآلت إمامة محمد لأهل الأرض كلهم وآلت إمامة الدنيا لهذه الأمة كلهم لكل لكل الأمم انظر رحمك الله هو إسراء من من إلى من إسراء من مسجد إلى مسجد أقسم بالله غير حالث لن تعز هذه الأمة إلا انطلاقا من المسجد فيكون المسجد منطلقا وغايتهم المسجد من الله وإلى الله فمن ارتضى مرجعية غير مرجعية الإسلام مرجعية القوانين الدولية هذا ضلال ما بعده ضلال وهذا انحراف ما بعده انحراف من يخلط الآذان بأناشيد تمجد الصلب لا يمكن أبدا أبدا لا يمكن ثم لا بد أن تكون الغاية إن شاء الله تبارك وتعالى هو بيت الله تبارك وتعالى فإذا قرأتم القرآن وجدتم في الآيات كلها حينما يريد ربك أن ينزل خيرا على أمة أو على فرد أو جماعة يبدأ من المسجد فنادته الملائكة وهو يصلي في المحرام خرق الله له الأسباب كلها هو كبير في السن وامرأته عاقر فنادى هب لي من لدنك وليا أبى الله إلا أن تأتيه البشرى وهو قائب يصلي في المحراب في المحراب وهو حينما يدخل إلى مريم إلى المحراب من أين لك هذا قالت ومن عند الله فيعطيها رزق في غير فصله عنب في غير فصله فين؟ في المسجد حتى أن حديث رسول الله يقول إذا أنزل الله بلاء على أمة عافى منها أهل المساجد إذا أنزل الله تبارع عقابه على قوم فإن السعيد من تواجد عند نزول العقاب في بيت الله فيأبى الله تعالى أن يعذب أهل بيت الله فإذا كان من المسجد الأقصى أو إلى المسجد الحرام إلى البيت والمسجد الأقصى هنا إن شاء الله قال له جبريل اختر إن شاء الله بين الماء واللبن ولا بين الخمر واللبن فاختر اللبن فقال هذه الفطرة إذن الذي يمكنك إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا العز هو غايتك الإسلام المسجد ولا منطلقك المسجد وغايتك المسجد وأن تختار الفطرة تختار هذا الدين هذا الحليب الذي يخرج من بين فرث ودم أبيض سائغ للشاربين هو من صنع الله هو الذي صنعه وكيفه في بطن هذه البهيمة العجماء فلم يدخل عليها تغيير يد الإسان فكذلك يريد الله منك أن تأخذ الإسلام كما أنزله الله لا تحريف الغالين لا تأويل المبطلين لا زيادة فيه ولا نقصان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رضيت لكم الإسلام دينا هناك من يهجم الآن على قطعيات ديننا كيف تنصر أمة تهجم على قطعيات ديننا وتزعم أن هذا القرآن الآن مكانه هو المتحف وأنه لم يعد صالحا لكي يحكم مجالة الحياة كلها في مجال الأسرة كما تشاهدون في مجال الحريات حريات المقصود منها أن يتحلل الإنسان من أوامر الله ومن ذا الذي يرفع عقيرته بالصراخ يطالب الخروج عن كتاب الله هم أبناء جلدتنا هم يتكلمون بألسنتنا فيشاء ربك بعد أن اختار النبي الإسلام وانطلق من بيت الإسلام وراح إلى بيت الإسلام واختار الإسلام نقيا لا زيادة ولا شائبة فيه رفع إلى السماء فإذا به ينال إمامة أهل السماء هناك فيأتي من هناك حتى النفاختة قالت يعني حينما أخبرها قتل إسراء ومعراج ونزل فراشك ساخنا وتريد أن تخرج لك تخبر هؤلاء إنهم ينتظرون منك هذه الفرصة حتى يؤلبوا عليك حتى من آمن بك كل من آمن بك سيرفضون الآن قال لنبي صلعس لا هذا أمر الله تعالى وفتن أيضا لهؤلاء الذين آمنوا حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فخرج ثم بالشجاعة التي تمتلكها الأنبياء خرج علم يقول لهم هذا الأمر العجب فراحوا إلى الصديق فقالوا أتسمع ما يقول صاحبك يزعم أنه ذهب في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قالوا هو غير الإسراء غير الإسراء ونحن نضرب أكباد الإبيل شهرا ذهابا وشهرا عيابا قال لهم سيدنا أبو بكر هل قالها؟ هل قالها؟ قالوا يقول اذهب إليه قال إن كان قالها فقد صدق نحن نصدق في أعظم من ذلك أن الوحي يأتي من عالو بينه في ساعة من نهار أو ليل هذا أمر بسيط من يكون قد قاله فيميز الله تعالى في هذه الغربلة بين الصادقين في الإيمان وبين المهلهلين هذا إن شاء الله تبارك وتعالى الحدث في إبانه الزماني والمكاني الآن الآن جاء الصليبيون من كل مكان وكانت مكة وتلك المناطق بتاع الشام تحكمها إن شاء الله ما ماليك مقطعة كالآن كالآن فهاجم الصليبيون وأخذوا بيت المقدس من المسلمين وإذا ببيت المقدس هو الآخر يحكمه الصليبيون ويحكمه أيضا عاد الروم من جديد بعد أن استلم منهم عمر بالخطاب المفتاح حينما أعزهم الله بالإسلام كما قال عمر هناك وهو يستلم مفاتح بيت المقدس نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غير أذلنا الله فالله سبحانه عز وجل جرت حكمته أن الأمة كلما ابتعدت عن الإسلام عن المسجد منطلقا عن المسجد هدفا عن الإسلام كما أنزله الله دون تكيف ولا تحريف ولا زيادة ولا انقصان سيكون له الأثر البالغ على الأمة تراجعا فتراجعا فيشاء ربك أن هؤلاء يأخذون هذه الأرض طيبة نفس الشيء نفس الشيء هنا تفرق وتشرذب هنا أروم هنا تفرق وتشرذب هنا أروم سبحان الله فماذا يفعل صلاح الدين رضي الله تعالى عنه أولا أولا قال لابد من الإسلام الإسلام نقيا قالوا كيف قال مساجد الأمة في الأمة كلها أعطوا العلماء والدعاة حرية دعوة الناس إلى الدين الحق أعطلوا من يدعو الناس إلى تحريف الدين إلى من يدعو إلى ذكر الله وعبادة الشيخ وترك واقع المسلمين ينهشه الجهل هذا النوع هذا النوع أنت التدين الذي يسحف عندنا فصلاح الدين فار قال إن هذا النوع الدين الذي يخدر عقول المسلمين ويريد أن يعطلوا سبب عزتهم وهو العمر بالمعروف أنه المنكر قال هؤلاء ينبغي أن يلغوا أعطوا المنابر للعلماء الصادقين وإذا به حول بلاد الشام ومصر إلى محراب للعبادة والعلم وتحفيظ القرآن يرد الأمة إلى الله لأنه يعلم أن الأمة ما لم تعود إلى ربها مرجعية وغاية لا يمكن أن تستأهل النصر من الله إن تنصروا الله ينصركم ثانيا ألغى جميع مظاهر الفرح حتى روي له حديث وفي آخر الحديث يروى أن راوي الحديث ابتسم يقول هكذا ابتسم النبي فالراوي الذي يرويه عن الراوي يجب أن يبتسم لأنه ينقل الحديث وينقل الصفة التي تمت بها رواية الحديث لكنه روي عنه ولم يبتسم وكان عالما صلاح الدين قل لماذا تبتسم؟ وقد ابتسم رسول الله قال استحيي أن أبتسم والمسجد الأقصى تحت نيري أنجاسي الصليبيين فما ابتسم قط وما بات قط تحت سقف وألغى مظاهر الفرح كلها ليست الفيزيونات ترقص على جراح الأمة وتغني في زمن يقتل فيه المسلمون كدليل على أن هناك انفصام نكد بين هؤلاء وانتماهي من الأمة ثم بعد ذلك قام بتأديب الشيعة وتحرير القاهرة فإن كان من الممكن أن يهجم على لا قررم ساهلين العدو الخارجي وعدنا أنه لا خطر علينا من العدو الخارجي فحرر بيت المقدس وقال أين 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 المنبر الذي أحرق في سنة 1969 21 أو 1969 أحرقوه أين فجيء بالمنبر الآن رخش من يخطب وإذا بكل علماء الأمة في المشرق والمغرب حتى من المغرب ذهبوا لأن المغرب شاركوا في تحريها بكيفية عظيمة حتى أعجب بهم صلاح الدين وعطاهم الجهة الغربية من بيت المقدس أوقف عليهم حارة المغاربة وسمي باب باب المغاربة من جهة البوراق حيث ربط النبي البوراق كل شي ديالهم حتى قال المسلمون من كل أسقاع الدنيا لماذا أعطيت المغاربة وآثرتهم على جميع أجناء يعني المسلمين من كل الأقطار وعطيتهم هذه الجهة لوحدهم قال هذه منطقة رخوة يمكن أن يؤتى منها المسجد المأقصى فعرضت أن أضع هناك رجال أشدة أقوية متيقضين لا يؤتون أبدا من هذه الجهة فحمى الله هذه الجهة من المغاربة المسلمين ثم قال الآن سيختار من يخطب أول جمعة الجمعة 27 رجب 1888 للميلاد فانش كون يختب العلماء دي المصر دي المغرب دي الإفريقيا دي كل المناطف وإذا بصلاح الدين يفاجئهم أين الشيخ الدمشقي فلان الذي قال القصيدة ودعا الله فيها أن يدخلها في ليلة 27 رجب وكان شيخا وخرج قال أنت من قيضك الله لخطبة الفتح على منضر صلاح الدين في أول جمعة طهرت فيها من دنس وأرجاس الصليبيين الله ويعود الزمان عودته وتدور عقارب الساعة فإذا بالقرآن يقول سبحانا الذي أسرى بعبد الله فيتكلم عنه على من؟ على موسى وبني إسرائيل ولم يكن اليهود في بيت المقدس الله 14 القرن يخبر أن هؤلاء سيسكنون في بيت المقدس ويحذرنا في القرآن من بداية الفاتحة إلى سورة الناس من بني إسرائيل وفي المعراج يجد كل الأنبياء هم أنبياء بني إسرائيل الذين سكنوا السماوات ما هذا؟ القضية قضية صراع أزلي فإذا باليهود الأم موجودين سبحانا واربعين وأخذوا بيت المقدس وإذا بهذه الأرض انتعى بيت الله الحرام فيها ما يشبه عرب الجاهلية وواقع الشام ومصر هو نفس واقع الشام ومصر في تلك المنطقة نفس الشيء فتح بيت المقدس تبدع من مصر ومن تحرير الشام وهذه مسألة يعرفها جميع الاستراتيجيين والخبراء العسكريين والسياسيين هي التي تحمي تلك الأرض ولذلك فالأمة إن شاء الله بناء على حدث الإسراء والمعراج تنتصر بالأمور التالية لا بد من منطلق مسجدي عودوا إلى بيت الله ولا بد من غاية مسجدية السجود والاستسلام لأمر الله هذه الأولى الثانية لا بد إن شاء الله أن تعود الأمة إلى اتخاذ أسباب القوة فما حررت تلك الأرض إلا بذروة سنام الإسلام وهو الجهادة والله لن تحل بالمفاوضات أقسم بالله حياً قبل أن أمول وأحدث رسول الله تشير إلى ذلك الفئة المنصورة يذكرها دايما النبي يقول للنبي صلى عزناه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالهم يقول الصحابة أينهم يا رسول الله يقول في بيت المقدس وعند أكناف بيت المقدس سيظلون ثابتين على الحق فلو سلم كل الناس ما سلم هؤلاء ولو سلموا هؤلاء لا خرجنا عن عن إرادة الله التي يريدها لهذا الدين أن ينتصر وخاصة في تلك المنطقة وذلك كل الصراع موجود هنا وكل الدماء يؤديها أبناء هنا وكل الأموال تهرق هنا وكل مخططات تحريف الإنسان عن دينه هنا كل كل مخططات سياسية ثقافية عسكرية كل 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 إعلام كل كل شي هنا الإفسادية علش ما يمشيش عن الهوند لي عبدالبقر لا علش ما يمشيش عن الشنوي لا علش كل شي هنا لأنه هنا هنا لذلك السؤال الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى واستسمحكم بعدما وضحت الرؤية وتبين إن شاء الله المراد من الإسراء والمعراج كل ما عادت ذكراه ينبغي للإنسان أن يسائل نفسه سؤالا واحدا الدين منصور ينصره الله وطريقة النصر معروفة أن نعود إلى ربنا وإلى المساجد نملأها فما هو دوري هنا حتى نحرك إن شاء الله الأسباب التي بها ننصر مش نحن فيها اللي ننتعنا لكن ما هي بصمتك حتى تعود الأمة إلى دينها هذه الجمعية هي لبنى صغيرة في هذا البناء العظيم الذي نرنو إليه هذا العمل الخيري هذا قراءة القرآن هذا حفظ القرآن تعال النساء تربية المرأة المؤمنة في هذا الزمن اللي تفسد المرأة هذا العمل الاجتماعي في رمضان وفي غيره هذا التعاون بين الأطباء والمرضى والجمعيات رفع الله قدرهم آمين هؤلاء الجنود الجنود الخفاء الذين يشترون المقرات ويعملون عليه رأي مسكين المسلم الآن ما عندوش ما يجمع ما يقدرش يمشيله لأن توجهك الآن هو ليس التوجه الدين الذي يران لكن المسلمين لن يعدموا وسيلة إن شاء الله تبارك وتعالى لكي يعملوا بإذن الله تبارك وتعالى ولا يتكلوا ولا يناموا فهم يقومون بشراء تبارك الله يعني مركز كبير ويريدون تحسين هذا العمل هذه لبنة أنت في بيتك في تربيتك لأولادك تحفظهم القرآن تعلمهم أنت الآن إن شاء الله لا بناء أنت لا بناء أنت إن شاء الله شاب بإذن الله تبارك وتعالى عندك واحد للتخصص أي تخصص والتخصصات حرفة أستاذ أي تخصص أنت تقوم بواجبك أنت الآن لبناء في هذا البناء فنحن جميعاً بإذن الله أي مسلم في هذه الأرض لا يستعجلوا النصر ولا يمكن أن تقطف فمرة دون أن تغرس إغرس واسقي واروي وتعهدها واصبر وصابر ولا تحزن عليهم هؤلاء ولا تكون في ضيق مما يذكرون إن الله مع الذين اتقوا فلو أن هذه الدنيا لم تقوم فيها دولة الخلافة ومت وأنت في طريقك أنت في أعلى علين عند الله ولو قامت وأنت مقصر أنت في جهنم أنت لا يهمك قامت الآن أو هي والله لسوف تقوم لكن لن تقوم أبداً في وضعنا هذا يأبى الله إلا أن يجري هذا الخير على من يستحقه فالمسألة لا تعطي جزافاً فإذن نحن إن شاء الله كل في مجال مجال عمله عليه أن يستحضر هذا القصد ويحمل هذا الهم ويمشي به ويعطي على قدر على قدر ما يستطيع ما نقولك على قدر طاقته على قدر ما يستطيع فاتقوا الله ما استطعته أي كل ما تستطيعه إلى الحد الأكثر الذي تستطيع اعطي ثم اروح إلى ربك مرتاحاً قرير العين على الأمة قرير العين على الإسلام فالإسلام محفوظ قال تعالى في كتابه الكريم في آخر صورة عجيب هذه الصورة صورة البروج وهو يتحدث عن أصحاب الخدود الذين حرقوا جميعاً وهم ثابتون على الدين قال في التالي هل تاك حديث الجنود؟ جاءتك أخبار الجنود؟ جنود أمريكا وروسيا كاثولوك والأردودوكس ممكن غير هما ممكن غير هما هما اللي عندنا معهم الصراع عليهم قيمة هل تاك حديث الجنود؟ فرعون وثمون فرعون وثمون بل الذين كفروا فيه تكذيب مش كالك يكذبون لأن من يقول يكذبون الفعل فيه مؤقت قد يصدقون فيهم أما فيه تكذيب فوائلة على طول الخط فيه تكذيب يعني والله وخها تقولهم اللي تقولهم والله إلا ما قلتهم بشي الحق أنا راكو غدف شو زماما من يتوقعوا تقولوا بالله أحنا غدين będziemy خال The bons day screams يعني علم ما أعطون من أخاب كارين كو هاش حدفيش على هاي فيه تكليم والله من ورائهم شو شو من ورائهم محيط ما أمنا وراءه هو وراء شايفهم فيرام غادين فين غادي وصلوا شايفهم فيرام غادين من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن ها هاللي كيهمنا بل هو قرآن مجدد ها هو محفوظ إسلام محفوظ والعديان الله من ورائهم محيط والجنون هاركوا تشوفوا فيهم والبطش ديالهم انت واسموا عليك أثبت كما ثبت أصحابه الأخدود على ديني فقد شم النبي في المعراج رائحة طيبة من روضة قال يجي منها قال هي ماشطة بنتي فرعون قال كيف قالت كانت يعني بنت فرعون تمشت لها الماشطة انت حافة سقطت نمشت قالت بسم الله قتلها بنت فرعون قتلها بسم الله واش هو بعدها ابوه فرعون قال لا الله وربي وربك ها عنديك رب أخونا نقولها لابوه قلت لا أقوليها لابوه كراها وربي وربك قال لا لك يا رب الغيري قلت له يا ربي وربك فجاء ببقرة من نحاس وملأها بالزيت ثم أشعلها من النار حتى صارت في وضعية تغلي فيه إلى درجة حرارة عالية مرتفعة قالها إما أن ترجعي أنت عن دينك وإما سألقيك وأولادك جميعا يعني في هذه المقرة فبدأ يتفنن جاب اللونه مستة فألقاه وقبل أن يصل إلى هذه الزيت طفت العظام واللحم ذا قال لا تتر أرجع يا ربي ربي وربك الله يا فرعون ذاك خمسة مشاوة ذاك السادس اللي كان عندها في اللي كان عندها في يعني من يجي وقلعوها هكذا قال أرجع عندك إياه كأنها يعني شافت لي وليت صغير شفا فأنطقه الله قال يا أمه أثبتي فإنك على الحق فألقيها فبقيت لي وحدها قال أرجع عن دينك قتله وشكت زعق أربي وربك الله قال لا سألقيك الآن قتله عندي لك طلب يا فرعون بعد فرعون بعدها يسمع شوي قال أقولي قال لا حينما تلقيني فتختلط عظامي بعظام أولادي اجمع عظامي وعظام أولادي وادفنهم في قبر واحد فألقاها فنفذ الوصية فدفنها هي وأبنائها جميعا ولم مر النبي هو ووجب قال له ذرني حل خرجها من هذا الرضا قال له هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها هو هذا المطلب من نكثة أن تثبت على هذا الدين أما الله فهو ناصر دينه وأستسمحكم على هذه الإطالة وصل الله على حبيبنا محمد